طب احنا دلوقتي وصلنا لآخر فقرة وزي ما احنا بنقول كده وتكلمنا عن منتخب مصر تحديدا في البليارد والسنوكر برضو تحديدا واللي حققوه في البطولة الافريقية وبطولة العالم كمان نهاردة معانا بطل من أبطال اللعبة دي عشان يكلمنا عنها أكتر عن مشواره كمان فيها كابتن عبد الرحمن شهين بطل العالم في البليارد والسنوكر والتاني بالمناسبة الناس كتيرة مش عارفة أصلا ان رياضة البليارد عندنا بنروح وبنكسب بها بطولات كابتن عبد الرحمن منجور صباح الفل وحنسبع منك بقى لان عايزين نعمل وعي أو توعية كده أصلا السادة المشاهدين عن رياضة دي تمام أولا انا مبسوط اني مع حضراتكم النهاردة ربنا يخليك سنين هيرابط السنوكر هي معروفة في العالم كله بس هي مش معروفة في مصر بس يعني لحد ما الحمد لله يمكن البطولة اللي فاتت أنا وانا في أمري يعني في وسط البطولة صحابي كانوا بيبعتولي فيديوهات من كافهات الناس بدأت تشغل الماتشاط مؤخرا فعلا يعني الحمد لله البطولة اللي فاتت دي سمعت شوية فالناس بدأت تعرف السنوكر لكن هي لعبة هي منتشرة في العالم كله نحن كنا عارفة عارفة على شكل هواية يعني فهم بالزبط الزبط في المولات في البتاع بالزبط انتخبتها بقى في حتة تانية انت رحت معها من الهواية للاحتراف وبسم الله ما شاء الله احنا بنتكلم على يعني أول البطولة العربية وتاني بطولة العالم فده انجاز مش سهل وأكيد ما جاش بالصدفة وقام بانه رحلة عايزين نعرف منك أهم المحطات بقى في الرحلة دي ابتداء من نقطة البداية هو أنا من نقطة البداية أنا بدأت لعبة السنوكر بالصدفة يعني أنا ما كانش ما كانتش لا ولا هواية حتى أنا كنت أنا بلعب كورو أصلا خلصت في النادي طلعت لعبة شوية بلياردو كده سنوكر عادي أنا مش فاهم إيه ده أصلا المدرب شافني وأنا بلعب مع صحابي قال لي أنت أنا ممكن أبقى كويس في اللعبة مرة في الثانية وبس وبدأت كده ونسيت الكورة وركزت في بلياردو نسيت الكورة نسيت الكورة طب ده كان تقريبا عندك كم سنة لما بدأت أو بديث بلياردو كان عندي 14 ودلوقتي أنا عندي 25 أوكي يعني منقدر نقول مش وقت طويل بس قدرت توصل بطولات عالم أو ذهبية كمان فدي حاجة إزاي يعني هل هل الوقت ده كافي في رياضة بلياردو هو كافي بس يعني أنا بدأت الميزة أنا بدأت في سن صغير شوية بس ده بالنسبة لنا في مصر يعني طبعا هم بيبدأوا بره بره بيبدأوا تسع سنين وعشر سنين وهم بيبقوا واخدين الموضوع احتراف احنا الموصلناش للحتة دي في مصر لسه يعني احنا يمكن الناس اللي بتلعب سنوكر في مصر كلها بتاني الحاجات جنبها يا بيشتغل في بنك جنب السنوكر يا بيشتغل في شركة يا بيدرس احنا ما عندناش حتة ان انت تبقى لعب محترف معسكرات بقى ودنوع ده من الهمون احنا مبقاش فيه معسكرات او سفريات اعداد لا فيه طبعا بس يعني مش زي بره طبعا يعني احنا مش طبعا ناقصنا ايه عشان نبقى زي بره في الرياضة دي تحديدا لا ناقصنا كتير ناقصنا الدعم في كل حاجة يعني مثلا انا بلعب في نادي الصد انا النادي متاعي مثلا موفر لي كل حاجات اللي ممكن العيد في النادي يحتاجها لكن مش انا انا عشان ابقى انافس بره واعمل انا وعمله يعني طبعا في ناس كتير لها الفضل في الكلام ده بس هو في الاول في الاخر اكتهادات شخصية يعني انا ضحيت بحاجات كتير في حياتي وتأخرت في حاجات كتير في حياتي بسبب السنوكر زي الدراسة مثلا الدراسة مثلا اهلي دلوقتي بالضبط دلوقتي يعني حاسوا ان انا لا انا ما ضيعتش الوقت ده على الفاضي بس لسه ناقصنا كتير يعني انا يعني البطولة اللي فاتت مثلا وصلت فاينل في الورد جيمز البطولات اللي جاي انا عندي بطولة في شهر التاسعة اهلي من حتى على سافرها هو لا علشان امكانيات مادية مثلا يعني مش عارف انا هاسفر البطولة وهلا يعني وانا جاي من فاينل بطولة عيلم عنديAs Lotus هل episode 3 تجاه فلسه ده حتى الواصل مع الاتحاب مثلا هل نفسه الإليشنات اللي بنتسمعها يعني الوزاره لهو دعمه هنصفر فلذون الوزاره مدعمتش مش هنصفر يعني لأربع لعيبة مثلاً مش تتكلف سبعين تمانية ألف جنيه. ولو الاتحاد أو الوزارة ما دعمتش أنت هتروح على نفقتك الخاصة. بس مش كل الناس برضو تقدر تروح. أنا مترسة أقول لحضرتك يعني أنا مثلاً يمكن أقدر في غير ما يدرج. نخسر إحنا بقى ميداليا ونخسر بطل عشان ما قدرش يروح. لا تخسر مشاركة أصلاً. في ناس بمشاركات مجهودها بيروح أنها ما بتعرفش تشارك في البطولة. يعني في ناس ضيعت وقتها وعمرها في اللعبة دي ومش مؤتدرة يعني مش قادر يسافر على حسابه. في رياضات معينة احنا بنسميها الرياضات المصدومة. لما نجي نقارنها بكرة القدم بكرة القدم واخد العين واخد الاتنشن واخد الدعم واخد السبانسرشيك واخد كل حاجة. وفي رياضات تانية تكاد تكون مجهولة حتى عند الجمهور. لكن بالنسبة للبلياردو بصفة استثنائية هي رياضة بالفعل موجودة وليها قاعدة. ايه المانع او ايه الناقص عشان يبقى فيه رعاية للرياضة دي تسهل مأمورية الاتحاد. وبالتالي تسهل لكم انتم كمان مأموريتكم. بالنسبة لي انا شايف ان الناقص ان الناس اصلا يعني الاتحاد. انا فكرا مش بهاجم الاتحاد. يعني انا رئيس الاتحاد انا بعمله راجل يعني زي ابويا بالزبط. لكن هو فكرة ان هما اصلا شغل الاتحاد ان هو يبدأ ينشر اللعبة ويعرف الناس ايه اللعبة دي. هي الناس فهمت بلياردو البول بس. اللي قول بلياردو العادي البول. ده اللي منتشر منتشر في الكافيات منتشر في الاحيات الشعبية. نقول لك حاجة. ده خبر الاعداد بناء عن كلام زملتنا ريهام. هي دلوقتي بتبلغني واحنا اثناء ما بنتكلم ان هما تواصلوا مع الوزارة دلوقتي. واحنا بنعرض الموضوع. ونتابع بقى ايه اللي هيحصل. ودكتور محمد فوزي منتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. بيقول ان هو هيتواصل مع الاتحاد عشان يحلوا الازمة دي. ده خبر لسه حالا لسه متبلغين به من الاعداد. فده كلام على عهد طبعا ريهام. ونتمنى ان شاء الله يعني المتابعة فيه تكون وانت تقول لنا ايه اللي هيحصل بإذن الله. بس طبعا لو كده يبقى مشكورة جدا وزارة الشباب والرياضة في سرعة الاستجابة يعني. طبعا يمكن بي. نتمنى ان ابطالنا يقدروا يسافروا في بطولة العالم لشهر التاسعة. هنشوف بإذن الله ايه اللي هيحصل. ان شاء الله. كوي اهو بشنا حلو عليك بقى. وعن هوا يا أستاذ. قلوه عن هوا. ان شاء الله خير. بالاسباب صوت وسورة. انت بتحلم بايه عموما في الرياضة دي لنفسك وللرياضة نفسها في مصر. لنفسي باحلم طبعا اني ابقى أفضل من أبطال العالم وابقى في مستوى ثابت. واني اخد حقي في اللعبة يعني ان انا ما حسش ان انا عملت حاجة لمدة عشر سنين من. مش من وقت كتير من خمسة وعشرين سنة وما يروحوا على الفاضي يعني حس ان انا. انت ما ينفعش يتسلل ليك الاحساس ده أصلا نحن نتكلم على تاني العالم. انت مش كده برضو ولا ايه. طبعا. اول العرب وتاني العالم. فانت من حيث الانجاز ده ده فيه انجاز. وانجاز كبير ومهم كمان. لازم يتبني عليه كمان الفترة الجاية ان شاء الله. حضرتك انا ممكن اقول لحك انا فيه ناس قريبي. ما كيعرفوش اسا عمرهم ما دخل وصلت سنوكر في حياتهم. بعد البطولة داخل النادي عندنا طالع. لقيتهم قريبي بيتمرنوا مع مدرب اللي عندنا في النادي. والله ما عرف شوفتهم بالصدفة. فبكلم مامتو يعني بقول لها ايه ده. قالت لي اول ما شافك في البطولة قال انا هلعب سنوكر زي بوكا. يعني انا دلع اسمه بوكا. فبيقول له ايه تبتقول انا هلعب سنوكر زي بوكا. فا يعني. شوفت ملهمة هو كمان. حاجة حلوة. وفي النادي عندنا احنا عندنا في النادي اللعبة جامدة. عندنا في مصر اللعبة جامدة احنا في مصر. عندنا لعبة جامدة بالنسبة للعالم. عندنا لعبة جامدة كثير. لكن لا يوجد حد يعرف يعمل هذا الكلام. انا يمكن في الفاينل انا مخسرتش. عشان خطر اللعيب اللي يلعبني يجمع مني. قد ما هو الموضوع بالنسبة لي. انا متحطيتش في الموضوع ده قبل كده. انا مسافر انا وواحد صاحبي. يعني واحد صاحبي اسمه سامح سيدهم. يلعب فرنساوي لعبة مليار دوتانية فرنساوي. انا صغيرتي. و انا في السنوكر احنا معنا في سنة. انا اللعيب اللي بلعبه من هونج كونج في الفاينل. معه باعسة كاملة. معه مدير فني ومعه دكتور نفسي رياضي ومعه ناس. يعني. و انا بالنسبة لي اصلا فكرة ان انا بلعب فاينل بطولة العالم لأول مرة في حياتي. الموضوع مش سهل. يعني ده غير برشور الماطش نفسه. انا انا فين دلوقتي. كانت في امريكا. فالموضوع يعني انا لو جاهز نفسيا للموضوع ده. لا انا هيفرق معي جامد. انا بدأت افوق في نص الماطش. و انا قراردي خسران. فهو الموضوع مش. برضو اللي حصل لغاية دلوقتي انبياز عظيم. طبعا الحمد لله. انا تبقى مشاركة ليك عالمية. وتطلع فيها الثاني على مستوى العالم. الحمد لله. و اتودكت في البزونات العالمية هيحصل ايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله والله. ان احنا مش بعيد عن الناس دي. احنا بس ناقصنا اهتمام ورعاية ودعم. احنا ربما نبقى افضل كمان لو تلقينا الدعم والاهتمام المطلوب. لان انت بقى اقل الامكانيات وانت بتنافس. اما لو انا عندي كمان الدعم المطلوب هروح فين. ركع لك. عندنا معسكر كان من سنتين كده. كان مدرب اسمه بي جي نولن في مصر هنا. ده من اجمد المدربين في العالم. الراجل نفسه قال لنا انا عمري ما شفت كمية المواهب دي. موجودة في بلد واحدة. على مصر. بس ما فيش يعني المواهب هتعمل ايه. يعني انت موهوب وواعدين. طب انت البطولة اللي فات دي سفرتها برضو على حسابك الشخصي. لا. على حساب الاتحاد. الاتحاد الاقامة هناك كانت على حساب البطولة. طب رائع يعني بيحصل اوقات لما بيكون فيه. لا مش اوقات علشان برضو ادي الاتحاد حقه. هو الاتحاد اغلب البطولات بيصفرها لنا. بس هي فكرة مش في السفر بس. هي فكرة ان احنا محتاجين حاجات تانية. يعني مدربين. نسافر احنا معسكرات. مدربين تيجي. يعني الاخر سنتين ثلاثة يمكن كررهم موضوع مرتين. وده في حد ذاته انجاز بالنسبة الاخر. عموما اهو الحمر اللي قالت هولك نهواند من شوية. هيبقى فتحة خير بإذن الله. ان شاء الله تلاقي التغيير يعني جزري في الملف ده. لان هو ملف معرقل ومعطل لكتير من ابطالنا في رياضات مختلفة. اعتقد الانجاز اللي انت شخصيا لوحدك حققته ده كافي. بانه يفتح المجال لاعادة النظر فيما يتعلق بمسألة الدعم ورعاية. ان شاء الله. ربنا يخلي حرارك. ربنا يخلي حرارك. ربنا يبرك لك ان شاء الله. وبإذن الرحمن المزيد من النجاحات. بإذن الله ان شاء الله. كل التوفيق وان شاء الله تسافر السفرية اللي جاية ومش على حسابك. نتمنى ده يحصل وتتعود لنا بيعني بالدهبية برضو مرة تانية بإذن الله. يا رب بإذن الله. انه يروح فاصل بس طويل يعني. لغاية بكرة كده ونرجع لكم ان شاء الله. بكرة حلقة جديدة عشر صبح في الآن.